العملية السابعة صفحة 34 في 17 واحد تم سداد مبلغ 6000 ريال نقدا مقابل مرتبات العاملين والمطلوب تحليل العملية إلى طرفيها المدين والدائن ثم إثباتها في دفتر اليومية لإجراء هذا التحليل نلاحظ أن كلمة نقدا تعني الصندوق وكلمة سداد تعني أن هذا الصندوق قد نقص المبلغ الذي به نتيجة عملية السداد والصندوق أصل وطبيعة الأصل أنه مدين لكنه حدث في هذه العملية تخفيض له أو نقص والتخفيض أو النقص يكون بعكس الحساب فيجعل دائن إذن لدينا الصندوق في هذه العملية في الطرف الدائن لدينا من ناحية أخرى مرتبات العاملين تمثل مصروف هذا المصروف يظهر كمصروف جديد إذن هو حدثت به زيادة وطبيعة المصروف أنه مثل الأصل طبيعته مدين ولزيادته تكون الزيادة في نفس الجانب فيصبح هو الآخر مدين إذن الطرف المدين في هذه العملية هو المصروف مرة ثانية نلاحظ أن مصروف الرواتب ظهر أو زاد بمبلغ ستة آلاف وهو مثل الأصول وبالتالي عند زيادته يكون مدين بناء على ذلك فإن الطرف المدين في هذه العملية هو حساب الرواتب الطرف الآخر حدث نقص بالصندوق بمبلغ ستة آلاف وحيث أنه أصل والأصل مدين ولتخفيضه يكون دائنا إذن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب الصندوق لإثبات ذلك في دفتر اليومية دفتر اليومية به أربع أعمدة العمود الأول المدين والثاني هو الدائن ثم البيان ثم التاريخ نأتي في السطر الأول ونكتب الطرف المدين أو الحساب المدين ونكتب قبل منه كلمة من ليعني أنه مدين وفي نفس السطر وتحت عمود المدين نكتب المبلغ وهو ستة آلاف ثم نترك سنتي في السطر الثاني ونكتب إلى حساب الدائن وهو حساب الصندوق إذن من حساب مصروف الرواتب إلى حساب الصندوق ثم نكتب في نفس السطر ولكن في عمود الدائن مبلغ ستة آلاف وهو الطرف الدائن نشرح القيد ونقول سداد رواتب العمال عن شهر محرم نقدا وهذا ما يمثل شرح القيد ثم نكتب التاريخ في عمود التاريخ ثم نأخذ خط لنفس العملية عن العمليات التالية لها